الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ماذا يسن قوله عند ذبح الأضحية لمن كانت الأضحية وصية عليه موصى بها الحمد لله تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ على من تحملها فيجب على من تحملها أن يذبحها على الوجه المأمون به شرعا وأما ما يقوله عليها فإن عندنا قولين قول واجب وقول مندوب أما القول الواجب فهو التسمية والتسمية واجبة على كل ذبح يتقرب به إلى الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يذبح إلا على اسم الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله ويقول وما بعد هذا القول كله من المندوبات فمن السنة أن يكبر معها فيقول بسم الله والله أكبر ثم من السنة أن يقول اللهم هذا منك ولك اللهم تقبلها عن فلان ويسمي من أوصى بذبحها فأما التسمية عليها فهي واجبة وأما التكبير فهو مندوب وكذلك قول اللهم هذا منك ولك اللهم اجعل اللهم تقبلها أضحية عن فلان فإذا قال ذلك أجزأ ذلك عنه وهنا مسألة ما الحكم إذا نسي هذا القول وهو قوله أضحية عن فلان ثم ذبحها الجواب إن العبرة في الأفعال بما يقوم في القلب من المقاصد والبواعث والنيات وإنما جعلت عبارة اللسان ولفظه معبرة أو موضحة أو مفصحة عما قام في القلب من المقاصد فإذا لم ينطق اللسان باسم من ضحية عنه بها فإن الله عز وجل يعلم من ذبحت له بنية الذابح وقصده فالنية تكفي حتى وإن نسي الإنسان اسم من أوصى بهذه الأضاحي أو غفل عن ذكره حال الذب بل إننا نقول ولله الحمد على سعة هذه الشريعة أن الإنسان إذا نوى أن يذبحها بقلبه عن فلان إذا نوى أنها أضحية عن فلان بقلبه ثم نطق لسانه باسم رجل خطأ يعني أخطأ في الإسم فكان يقصدها عن فلان وسبق لسانه إلى فلان الآخر فإن القلب واللسان إذا اختلف فالعبرة بما يقوم في القلب وأما خطأ اللسان فهو لغو لا يترتب عليه حكم فإذا العبرة بما يقوم في القلب فأكمل ذلك أن تنوي أنها عن فلان وينطق لسانك بأنها أضحية عن فلان وإذا نوى قلبك ولم ينطق لسانك باسمه فإنه لا حرج عليك وإن نوى قلبك وأخطأ لسانك بتسميته فإنه لا حرج عليك لأن العبرة بما يقوم في القلب ولله الحمد والمنة والله أعلم